شكراً سيد الرئيس يشرفني أن أقف أمام مندبيل اتحاد العام نيابة عن دولة إسرائيل وأسمح لي بداية أن أشكر الدولة المستضيفة لهذا المؤتمر مع التحية لقيادة وحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة على كرم ذيافتهم كما نشكر الاتحاد الدولي للاتصالات تحت القيادة البارزة والرؤية الثاقبة للأمين العام جو لدوره الهام في تعزيز التعاون الدولي السيدات والسادة المحترمون تستمر التطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تغيير عالمنا وطريقة عيشنا تشمل تحديات اليوم ضمان توافر الإنترنت وإمكانية وصوله للجميع وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التعليم والزراعة والصحة والتجارة والأعمال والحلول للمدن الذكية انطلاقا من دورها كدولة رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدمت إسرائيل عام 2012 وفي مبادرة هي الأولى من نوعها مقترحا للجميع العامة للأمم المتحدة بعنوان ريادة الأعمال من أجل التنمية يشجع هذا المقترح ريادة الأعمال والابتكار في البلدان النامية بحيث يشكلان بمثابة محرك للنمو من خلال خلق فرص العمل وتمكين الأفراد لا سيما النساء والشباب يشكل هذا المقترح جزءا من مساهمة إسرائيل في الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية كقطوة رئيسية نحو تأسيس مجتمع معلومات شامل على مستوى العالم تعتبر إسرائيل دولة ذات خبرة مميزة في التقنيات وتتمتع بسوق تكنولوجيا معلومات واتصالات متطور ونظام تحكم ألكتروني متقدم كما تتميز باقتصاد سوق ديناميكي وعلى ضوء هذا ستواصل إسرائيل مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل نجاحها في بناء مجتمع معلومات نابض بالحياة واقتصاد يتميز بالتقنيات العالية من خلال بناء الخدرات وبرامج التدريب في البلدان النامية يخلق مجتمع المعلومات بالإضافة إلى الفرص العديد من التحديات الجديدة وعليه يرتكز نظام عملنا في مستوى الدولة على التعاون المتبادل بين جميع الجهات المانية مع المشاركة والاشتراك في هذا المدبار مع الدول العديدة حيث هدفنا هو تطوير رأس المال البشري والحلول المتقدمة تهدف منظوماتنا التقنية إلى إزالة العوائق الأخيرة من أسواقنا الثابتة ولا سلكية من أجل تشجيع الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتعزيع السوق التنافسي الذي يتيح للمستهلكين التمتع بفوائده وميزاته سيد الرئيس أطفالنا هو مستقبل العالم وبالتالي يعتبر إدراج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في التعليم في مرحلة التفولة المبكرة أداة هامة للنهوض بهم يعتبر المجتمع المدني في إسرائيل من بين جهات الأساسية والرائدة في تحتيق تقدم الأطفال من خلال تنمية الخدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ومن هذا المنطلق على الدول العمل لتوفير فرص التعليم للعلوم الدقيقة بمعاهد علمية عالية أكاديميا وعلميا وأن توجه الدول في تطور الطاقات الاقتصادية ورفع مكانة الإنسان عن طريق تعليمه تطوير التقنيات واستخدامها لرفاهية وتعزيز كرامته هو الأمر المطلوب عالميا وإقليميا أجل أيها السيدات والسيادة أجل أيها السيدات والسيادة السلام والأمن للمواطن في كل دولة ودولة مع التقدم الاقتصادي والعلمي هو الضمان لمستقبل أجيالنا القادمة والسعي من أجل السلام هو مثابة أولوية رئيسية لإسرائيل ويتم ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العلمي مع العديد من الدول وهذا يعود بالفائدة على الإنسان أينما كان وفيما يتعلق بعلاقتنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع الاتصالات نحن نعتبر بأن الآلية الثنائية الواردة في الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المؤقتة هي أنسب الطرق وأكثرها فعالية لحل جميع القضايا بين الطرفين وفي هذا الصدد يسرني أن أشير بأننا على اتصال مع نظرئنا الفلسطينيين من أجل التعاون البناء لإدخال التقنيات المتقدمة وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وعلى جميع الأسعدة وأننا نعتبر التعاون بيننا وبين الفلسطينيين جزء من بناء جسر السلام والتقدم الاقتصادي لشعوبنا أخيرا بفخر واعتزاز أشترك وهذه النخبة العالمية المميزة في هذا البلد الطيب والأصيل والعامر والمتطور وتمنى لنا جميعا مناقشات مثمرة حول أهم القضايا العالقة والأساسية لنجاح مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد العام لـ 2018 والذي سيصهم بلا شك في رسم ملامح مستقبل مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات والسلام عليكم مع الاحترام والتقدير لكم جميعا وأن نعود ونلتقي معا من أجل تقدم وعمران عالمنا بالسلام 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 والسلام وأمن للجميع شكرا سيد رعيس شكرا سيد رعيس